تطورات متلاحقة يشهدها ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق في ظل تعقيدات يختلط فيها السياسي بالأمني أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد أصدر توجيهاته إلى مقاتل الميليشيات بالخروج من المناطق السنية التي تشغلها منذ نهاية معاركها مع تنظيم الدولة توجيهات جاءت ضمن إطار التفاوض بين الزراع السياسي للحشد ممثلا بكتلة الفتح والمنضوي في تحالف مع اتلاف دولة القانون بزعامة نور المالك وبين بعض الكتل السنية والكردية سعيا إلى تكوين الكتلة النيابية الكبرى وتشكيل الحكومة المقبلة فبعض الكتل السنية والكردية تشترط انسحاب الميليشيات من تلك المدن مقابل انخراطها في تحالف مع محور نور المالكي وهادي العامري وهو ما حاول المهندس تنفيذه بتحريك مقاتل الميليشيات على الأرض غير أن رئيس الوزراء حيدر لعبادي قطع الطريق على المهندس عبر قرار طالب فيه بعدم تسييس الحشد أو تحريك تشكيلاته أو استحداث تشكيلات جديدة فيه إلا بعد التنصيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وبعد موافقة منه بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة قرار عدته ميليشيات الحشد استخداما من قبل لعبادي لسياسة الضغط ولوي الأذرع من أجل الحصول على ولاية ثانية وبحسب محللين فإن استخدام ورقة الميليشيات في برصة الأوراق السياسية الدائرة في العراق حاليا ربما يدفع الأوضاع نحو أزمة دستورية في حال عدم التمكن من تشكيل الحكومة أو ربما مزيد من التأزم والصراع الذي قد يجر البلاد نحو صيغة طائفية جديدة وفق الولاءات الخارجية التي ما زالت تتحكم في الخريطة السياسية في العراق